أعلنت مديرية الدفاع المدني إنقاذ أب وأم وانتشال جثث أطفالهم الثلاثة قضوا خنقا داخل دار مغلفة بألواح الأليكوبوند سريعة الاشتعال وكثيفة الانبعاثات الغازية السامة في العاصمة بغداد وأوضح بيان للمديرية إن فرقها اقتحمت في ساعات الفجر الأولى الدار المشتعل في منطقة الإعلام جنوب بغداد وباشرت حال وصولها بإجراء عمليات الإنقاذ بالتزامن مع عمليات الإخماد وتطويق نيران مع تأمين نقل المصابين إلى المستشفى القريب ونقل جثث الأطفال إلى الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية من جانبه ذكر مصدر أمني إن الأبى الذي أنقذه ضابط برتبة عقيد في طيران الجيش العراقي